أعربت مصر عن خالص تعزيها لجمهورية السربيا في حدث إطلاق نار صادم بمدرسة بالعاصمة بلجراد والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص تقدم المتحدث باسم الخارجية بصادق الموسى لذوي ضحايا متمنياً أشفاء العاجل للمصابين ومؤكداً على تضامن مصر ووقوفها جنباً إلى جنب مع حكومة وشعب السربيا في هذا الحادث الأليم ترجمة نانسي قنقر